شاهدين تحية لكم مرة أخرى ومستمرون في هذه التغطية لفعليات اليوم الثاني من إدلاء المواطنين بأصواتهم في الداخل في الانتخابات الرئاسية 2024 ينضم إلينا الآن في الستوديو دكتور حسام النحاس أستاذ الإعلام بجامعة بنها أهلا بك دكتور معنا على الشاشة التلفزيون المصري وكيف تابعت اليوم الأول من الانتخابات وحتى الآن اليوم الثاني في البداية أهلا بك إيمان وأهلا بكل أستاذ المشاهدين والناخبين نحن في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 مر اليوم الأول من الانتخابات في مشهد انتخابي منظم ومنضبط ومرتب بشهادة الجميع هذه ليست شهاداتي الشخصية رغم أنه من واقع التحليل الشخصي بالأمس انتهى اليوم من التاسعة صباح وحتى التاسعة مساء حتى في اللجان التي صدر قرار من الهائة الوطنية للانتخابات بمد أجل التصويت حتى نهاية آخر صوت انتخابي داخل محيط اللجنة الانتخابية جميع المرشحين على صفحتهم الشخصية كل المتابعين جميع وسائل الإعلام جميع المنظمات سواء كانت الدولية أو المحلية ووسائل الإعلام في الداخل والخارج شهدت بالأمس للدولة المصرية بقدرتها على تنظيم هذا المشهد الانتخابي بهذا الشكل المشرف نعم طيب أتحدث عن الناخب المصري كان هناك دعوات أو ربما البعض صار وراء هذه الدعوات لتتحول إلى توقعات خاطئة وقد أثبت المصريون بالأمس يعني خطأ هذه التوقعات وهو أن سيكون الإقبال ضعيف على الانتخابات نظرا لدعوات أن النتيجة محسومة ولا داعي للنزول لكن الناخب المصري دوما يفاجئ التوقعات بالأمس كانت هناك مفاجأة بحالة الإقبال من كافة الفئات العمرية من الشباب بين السيدات والتواجد أمام طوابير في بعض اللجان في رأيك يعني ما هي الرسالة التي أراد الناخب المصري أن يوصلها بهذا المشهد الناخب المصري والمواطن المصري لم يثبت فقط بالأمس أنه على قدر التحدي بمعنى الشعب المصري دائما ما يكون حاضرا ومشرفا في كل المراحل التي ينادي فيها الوطن على المواطن بمعنى أن هذه العملية الانتخابية مصممة بالأساس للمواطن والناخب المصري لدينا قاعدة انتخابات كبيرة تتجاوز 67 مليون ناخب نعم كل الحاجات التي قلتها كانت شائعات وأنا بسميها الدعاية السلبية بمعنى أولا يعني كانت شائعات أكثر من توقعات هي شائعات لأن التوقعات قد تصيب وقد تخطئ ولكن بناء على تحليل وبناء على قراءة للمشهد لكن أن نسبق الأحداث وأن نستبق المشهد ونتحدث قبل بداية العملية الانتخابية أن الانتخابات محسومة وأنا بقول على الهواء مباشرة رغم اختلاف الوزن النسبي لكل مرشح إلا أن الانتخابات تنافسية تنافسية بمعنى وجود أكثر من مرشح يفرض أن الانتخابات تنافسية الأمر الآخر محسومة نعم لأن المواطن هو من سيحسمها يعني صناديق الانتخاب والاقتراع وأصوات المواطنين هي التي ستحسم هذا المشهد الانتخابي لصالح مرشح وفائز واحد وعندما تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات وهنا أحب أقول حكي الشيء الأول أن الهيئة الوطنية للانتخابات وما تقوم به من دور تنظيمي وإشرافي ولجان متابعة ولجان للرصد وتسكيل للقضاء أكثر من 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية يقومون بالإشراف على هذه العملية الانتخابية والحقيقة أن مرسلين يعني كانوا يشيرون إلى فكرة تعاون القضاء أنفسهم مع استفسارات المواطنين المستمر يعني مكان اللجنة الانتخابية كيفية الإدلاق بالتصويت حالة من التعاون كانت ملحوظة من القضاء المشرفين في مختلف لجان الاقتراع الجميع من القضاء المشرفون من وزارة الداخلية المسؤولة عن تأمين اللجان من المواطنين من السادة مندوبي المرشحين من كل حريص على خروج هذا المشهد بهذا الشكل المشرف وهقول لحضرتك مجموعة من الأرقام البسيطة التي تكشف اهتمام المواطن وللأسف بعض وسائل الإعلام أيضا المغرضة نقلتها بطريقة سلبية المؤشر الأول أنه عدد من استعلم عن لجنته وصوته الانتخابي ومقر اللجنة بالأمس في اليوم الأول من الساعة التاسعة صباحا حتى اربعة ونص عصرا على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بلغ خمسة مليون مواطن هنا لا أقول خمسة مليون ناخب هو خمسة مليون ناخب متوقع إنه خمسة مليون مواطن استعلم عن مقر لجنة الانتخابية لديه النية للتصويت إذن لديه النية للتصويت فاتخذ القرار الأول بمعرفة لجنته الانتخابية الأمر الآخر أنه الجميع يسر كافة الإجراءات لكافة القطاعات ولدينا أمور يجب أن نشير إليها الأمر الأول زاوي الاحتياجات الخاصة زاوي الاحتياجات الخاصة حارصة الهيئة الوطنية للانتخابات مسبقا هذا الترتيب لم يأتي صدفة ولم يأتي في يومها النبأ مسبقا الهائة الوطنية للانتخابات قالت إنه كافة التيسيرات والتسهيلات متاحة لزاوي الاحتياجات الخاصة من الأجهزة والتجهيزات الطبية من وجود اللجان في الدور الأرضي في مراكز ولجان الاقتراع من المدارس أو مراكز الشباب أو الوحدات الصحية من أسلوب التعامل الراقي والمحترم من السادة القضاء والمشرفون والفنيون أو بعض الموظفين الذين يتابعون عملية الانتخابات وذلك أثر على ملاحظة تواجد داوي الهمم بكتافة من المشاهدة طبعا الأرقام فقط الكفيلة بإصدارها هي الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمراتها الصحفية التي تصدر على مدار اليوم لكن من المشاهدات من خلال مراسلين ومتباعة الكاميرات كان فيه تواجد ملحوظ لداوي الهمم نحن نتابع المشهد من خلال وسائل الإعلام سواء كانت المحلية أو العربية أو الدولية من خلال طوابير الانتخاب هذه المشاهد على الهواء مباشرة هذه المشاهد لا تجذب ولا تتجمل نما هو أمر واقع وأنا لاحظت أمرين الأمر الأول أن الشباب والمرأة يتصدرون المشهد الانتخابي البعض كان يتحدث عن عزوف الشباب وأنا أتساءل لماذا يعزف الشباب عن المشاركة الإجابة على الهواء مباشرة الشباب يتصدر المشهد الانتخابي السيدات دائما وأبدا وأولا لأن المرأة أولا هي أول من تشارك وكانت الملاحظة الأولى أنه اللي خرج في الصباح من التاسعة صباحا كانت المرأة المصرية المرأة المصرية أيضا في مصر ليست مسؤولة عن صوتها فقط وإنها مسؤولة عن صوت الأسرة المصرية إذا خرجت المرأة المصرية خرجت الأسرة المصرية والأرقام عندما تعلن لأنه أنا لي ملاحظة لا يجوز لأي وسيلة إعلامية أو متابع أن يعلن عن أي أرقام أو حتى مؤشرات أو توقعات صحيح لأنه اللي هي الوطنية الانتخابات هي الوحيدة المنوط بها إعلان الإرقام وعلى ذلك أشير إشارة سريعة البعض كان يتحدث وسمعت هذا الكلام وسألني بعض الطلاب وبعض الأصدقاء أن أصوات المصريين في الخارج الانتخابات انتهت لماذا لم تعلن؟ وهنا أقول على الهواء مباشرة أنه قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يحضر إعلان نتيجة المصريين بالخارج إلا مع الإعلان النهائي للنتيجة في يوم 18 ديسمبر حال انتهاء الانتخابات من الجولة الأولى إذن نحن نعمل وفقا للقانون ووفقا للدستور ولكن للبعض يريد أن يسيء إلى المشهد ولا نسمح لأحد وهذا هو دول الإعلان المصري ولو فهم أنه استفسار من المهم أن نجاوب على مثل هذه الاستفسارات أن نرد وبالتالي أصوات المصريين في الخارج تسلم في مظاريف مغلقة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ثم تضاف إلى نتيجة الانتخابات في الداخل لتكون هذه هي النتيجة الإجمالية والنهائية لإعلانها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في الموعد المحدد تبقى للجدول الذي أعلنته الهيئة منذ البداية طيب دكتور إذا ما تحدثنا عن الانتخابات نفسها فيما تختلف عن سابق الانتخابات الرئاسية التي شهدتها مصري يعني ذكرت أنها رغم ما يقال أنها انتخابات لها نتيجة محسومة إلا أنها انتخابات تنافسية هنا كيف ترى التنافسية هل فيما بين المرشحين أنفسهم أم هي تنافسية حزبية يعني البعض رأى أن هناك نشاط ملحوظ وإعادة حيوية لنشاط الأحزاب في الشارع المصري بعد فترة من ركود بعد أحداث يناير بدأنا نرى الأحزاب عملها في الشارع محاولة مرشحين لحجد المواطنين كيف تراها نقطة اختلاف جذرية في هذه الانتخابات الرئاسية تحديدة أنا أرى أن نقطة التنافسية والاختلاف الجذرية هو اختلاف وتنوع وثراء المرشحين بمعنى نحن لا نستطيع أن نتحدث الآن عن برامج انتخابية ولا عن مرشحين ولكن نتحدث عن مجمل الوضع الانتخابي والمشهد الانتخابي بشكل عام لدينا المرشح الأول يمثل أنه القائم على رئاسة جمهورية مصر العربية خلال تلك الفترة وهو المرشح رقم واحد لأنه أول من تقدم بأوراق ترشح نعم ثم لدينا الأحزاب المصرية وهذه نقطة اختلاف بمعنى لدينا ثلاث مرشحين التلاتة رؤساء أحزاب هناك اختلاف في البرامج هناك تنوع في الرؤى هناك أحزاب داعمة أيضا للمرشح الأول لديه أحزاب داعمة والمرشحين من اتنين لأربعة لديهم حزبهم الأول بيدعمهم ثم هناك أحزاب أخرى ولذلك أنا أرى أن هذا تفعيل للدستور لأن المادة الخامسة من الدستور تتحدث عن التعددية السياسية والحزبية هذه فرصة للأحزاب المصرية من مختلف الاتجاهات أن تقوم بدورها الحقيقي جميع الأحزاب الممثلة في الانتخابات الرئاسية تحدثت عن حريتها المطلقة في عقد الندوات كانت الشكوى من المؤتمرات الانتخابية وعمليات الحجد والنزول للشارع كانت الفرصة متاحة للجميع من عقد الندوات والمؤتمرات في مختلف ربوع الجمهورية في 27 محافظة وفي المدن والقرى والنجوع إلى آخره كانت الفرصة سانحة في جميع وسائل الإعلام وأشهد من خلال تغطية الدعاية الانتخابية أثناء فترة الحملات الانتخابية أن وسائل الإعلام المصرية تعاملت بموضوعية وتوازن شديد مع كافة المرشحين سواء ظهورهم التلفزيوني سواء عرض السيرة الزاتية سواء عرض البرامج والرؤى والتصورات سواء أيضا وصلنا إلى مرحلة ما يشبه المناظرات الانتخابية في بعض القنوات حتى يعلم المواطن والناخب يميز أولا بين شخص المرشح يعني يجب أن يتعرف على المرشح وسيرته الزاتية وإنجازاته وتاريخه الحزبي والتطوعي والعملي إلى آخره ثم اختلاف البرامج وهناك نقطة اختلاف أخرى هي أن البرامج والرؤى في الجانب الاقتصادي والجانب السياسي والجانب الاجتماعي وحتى في الجانب القانوني والدستوري ثرية ومختلفة ومتنوعة وأصبح أمام الناخب فرصة للاختيار ضمن هذه البرامج صحيح كان ملاحظ أن الجانب الاقتصادي في برامج المرشحين فيه نوع من أنواع الاختلاف ووجهات النظر المختلفة لمعالجة الأزمة الاقتصادية هي فرصة للمرشحين كما تفضلت دكتور حسام فيما قبل الانتخابات الرئاسية لكن هنا أتحدث عن فرصة الأحزاب نفسها للتواجد السياسي في الشارع المصري حتى فيما بعد الانتخابات ترى أنه حراك مؤقت قبيل الانتخابات كنوع من أنواع الدعاية أم أنه سيفتح الباب أمام وجوه جديدة تظهر أمام الشارع المصري وجوه معروفة وجوه سياسية مختلفة تنوع الأحزاب المصرية للأسف وبكل صراحة أراه مؤقتا وأتمناه دائما بمعنى أن الفرصة سانحة للأحزاب قبل بدء العملية الانتخابية أن جميع الأحزاب كانت لديها الفرصة بالدفع بمرشح هناك أحزاب الجمعية العمومية للحزب وفقت على ترشح رئيسها وبالتالي أصبح لديهم مرشح رئاسي هناك أحزاب قاطعت الترشح هناك أحزاب أعلنت أنها داعمة لأحزاب أخرى في الترشح هذا ما يسبق لعملية الانتخابية ثم أثناء مرحلة الدعاية الانتخابية كانت فرصة للتعرف على تلك الأحزاب سواء القديم منها أو الحديث ببرامجها المختلفة ورؤاها المختلفة وتحليلها المختلف لأنه الانتخابات الرئاسية المصرية عندما نقول أنها في ظرف استثنائي البعض يقول هل سنعيش دائما في ظروف استثنائية بقول لحضرتك أنظر إلى الخريطة وأنظر إلى الوقائع والأحداث في الداخل والخارج وظرف استثنائي داخلي وخارجي وظرف استثنائي داخلي وخارجي في ظل التداعيات اقتصادية وسياسية على الصعيدين الداخلي والخارجي أيضا هي فرصة أثناء العملية الانتخابية ولذلك أنا أدعو هو صحيح الدعاية الانتخابية ووجود اللافتات محزور داخل اللجان الانتخابية أو في محطة ولكن فرصة لعمليات الحاجد من الذي يقوم بالحاجد؟ الأحزاب السياسية الداعمة الجمعيات الداعمة الأشخاص من الداعمين الشباب والمرأة وكافة القطاعات فرصة للأحزاب للتواجد ودعوة الناخبين لأنه تحدي حقيقي وأنا أرى لماذا ترى حراك مؤقت؟ أراه حراك مؤقت لأنه للأسف الشديد الأحزاب السياسية يعني تستيقظ متأخرة بمعنى الكل كان يعلم بحكم الدستور موعد أو الموعد المتوقع للانتخابات الرئاسية بحكم الدستور يعني الدستور يتحدث عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية وأنا أرى أنه كان يجب الحديث من جانب الأحزاب قبل مثلا مرور عام من فتح باب الترشح كان يجب أن يحدث هذا الحراك خلال عام على الأقل بحيث تبقى الرؤى نابجة يبقى الشخصيات الموجودة داخل الأحزاب معلومة للجميع لأنه القانون لا يمنع عضو هيئة عليا من الترشح لانتخابات الرئاسة ليس شرطا أن يكون رئيسا للحزب يعني مقياتك لذلك توقيت تقدم المرشحين بأنفسهم لتسجيل في المرشحين بحيث الحراك أنا متابع للأمر الحزبي في مصر حتى الحراك الداخلي داخل الأحزاب المصرية يعني أغلب الأحزاب كانت مجهولة بصراعات ونزاعات داخلية داخل الحزب بين الجمعية العمومية أو الهيئات العليا لأحزاب ولم تكن منشغلة بأن هناك انتخابات رئاسية قادمة وأن الغاية الأساسية والهدف الأساسي لأي حزب سياسي هو الوصول إلى مقعد السلطة سواء في انتخابات رئاسية أو برلمانية وبالتالي كان يجب أن تنشغل الأحزاب بعقد المؤتمرات والندوات وحتى الندوات التسقفية والحديث في وسائل الإعلام عن الانتخابات الرئاسية ولكن يبدو أن تلك الأحزاب تفاجأت بوجود انتخابات رئاسية هناك أحزاب يعني شهدت نزاعات على شخص من يترشح في الانتخابات الرئاسية ولكن أقول أنها قامت بدورها أثناء فترة الدعاية الانتخابية ثم أثناء عملية الإدلاع بالأصوات وعاوز أقول لحررتك ملحوظة مهمة نعم أن الوزن النسبي لهذه الأحزاب من المؤكد أنه سيتغير ويرتبط بالنتيجة النهائية للانتخابات وسيكون مؤثرا على الانتخابات البرلمانية القادمة؟ وسيكون مؤثرا لأن اختلاف الوزن النسبي من خلال انتخابات رئاسية من المؤكد أنه سيقصل بعض وعاوز الناس تتذكر هذه الجملة سيقصل بعض من رئاسة بعض الأحزاب وفقا لنتيجة هذه الانتخابات؟ وفقا لنتيجة هذه الانتخابات أو وفقا للنتائج المتوقعة وبالتالي أغلب الأحزاب في مص مرتبطة بشخص رئيسها وبالتالي سيتغير المشهد داخل الحزب السياسي وستظهر وجوه جديدة على السطح ونحن أمام بعد كده انتخابات برلمانية سواء كانت النواب والشيوخ أي أن كان النظام الانتخابي لأنه مطروح أمام القيادة السياسية وده أحد مخراجات الحوار الوطني ثلاث أنماط للنظم الانتخابية جميع هيصلح وإن كان نظام هو الأفضل ليس حديثنا الآن ولكن سيؤثر بالطبع على سير الانتخابات البرلمانية المقبلة ووضع تلك الأحزاب لأنه خريطة الأحزاب المصرية ليست في حالة ثبات وإنها هي تصعد أحيانا وتحبط أحيانا وعدد الأحزاب في مصر عدد كبير جدا ولذلك أثناء الانتخابات نلحظ وجود التحالفات والإتلافات الانتخابية ولذلك أنا أدعو جميع الحزبيين والمنضمين للأحزاب من الآن أولا يرصد موقع الشخص المترشح اللي هو رئيس الحزب عند انتهاء أو إعلان النتيجة النهائية ثم يقرر إذا كانت هناك آلية قانونية ولأحية للتغيير ثم نبدأ على الفور في الإعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة لكن ما هي الضوابط لذلك هل فقط الكتلة التصويتية الذي استطاع المرشح وحملاته الانتخابية أن تحصدها في هذه الانتخابات؟ هذا أهم مؤشر لأن الأرقام دائما تتحدث عن نفسها بمعنى أن جميع الأحزاب والمترشحين من حقهم أثناء الدعاية الانتخابية أن يتحدث عن أنه الحزب الأقدم وأنه الأعرق وأنه الأكثر شعبية وأن الملايين والحشود تؤيده داخل أنحاء جمهورية مصر العربية وللأسف أغلبهم يعتمد على أعضاء الحزب فقط لغير وعضو الحزب مهما كان عدد الأعضاء لا يكفي لصناعة أو لفوز مرشح رئاسي أو حتى مرشح برلماني وبالتالي المشهد الأول المؤثر أو المؤشر الأول سيكون النتائج التي حصل عليها لأنه سيكشف عن مدى وجود الحزب والتفاعل والحراك الأمر الآخر مرتبط ببعض الملاحظات على سير الحملة الانتخابية والدعاية الانتخابية لأن الكاريزمة الشخصية والقدرة على الإدارة والقيادة للمرشح أيضا مؤشر خطير مدى إلمامه؟ أنا أقول لحضرتك على ملاحظة أنه هناك رؤساء أحزاب وهناك بعض الشخصيات التي كانت تتحدث لا يعرف لغة الأرقام ولا يتذكر عدد الأرقام عندما سئلوا في ملف التعليم أو الصحة هناك قصور في الأرقام يعني هذا يعود إلى البرنامج الانتخابي لكل المرشح يعني دعنا لا نتحدث عن هذه الأرقام لا لا نتحدث عن البرامج أنا أقول أنه الناخب أو عضو الحزب يمكن أن يرى هذه الملاحظات نعم كان يشاهد ويرى مرشحه الرئاسي أثناء ظهوره وبالتالي هناك تقييم شخصي من جانب أعضاء الأحزاب ثم هناك تقييم إجمالي من خلال إجمال الأصوات التي حصل عليها وهم للمؤكد أن نزالج سيحدث تغييرا في خريطة الأحزاب السياسية في مصر خلال الفترة القادمة دكتور إذا ما عودنا إلى الناخب المصري وكيف نظر إلى هذه الانتخابات في رأيك الأحداث في الخارج وتحديدا يوم السابع من أكتوبر إليك مدى ترى أنه كان محرك أساسي في تفكير الناخب المصري في أهمية صوته وأهمية المشاركة وهل ترى كان عامل رئيسيا في الإقبال الذي نشهده منذ الأمس في الانتخابات الرئاسية أتفق معك إيمان وأنا بقول أن المواطن المصري دائما يتحدث عن رغبته في المشاركة وفي صنع واتخاذ القرار وفي التفاعل الآن جاءت اللحظة ليكون هو صانع ومتخذ القرار هو صانع ومتخذ القرار والأصوات الانتخابية كلها متساوية ليس هناك أفضلية لصوت انتخابي على صوت انتخابي آخر هذا أولا ثم أنه الواضع حضرتك بتتحدث عن 7 أكتوبر نعم المواطن المصري شعر أن هناك تهديد ما يهدد أو يمثل خطرا على الأمن القوم المصري والأمن القوم المصري للمواطن المصري وللشعب المصري عموما خط أحمر وذلك أيضا بتعبير القيادة السياسية دعينا نتحدث عن الأمر الانتخابي المواطن المصري عندما يشعر أن هناك تهديد لحدوده أو هناك تهديد لأمن القوم فإنه يجب أن يشارك ويصنع ويتخذ القرار أو تهديد لهوية عوادة رأيناه في الاستحقاقات السابقة ده احنا رأينا يعني ما هذا يا أستاذ احنا كنا في انتخابات سابقة كان بيطلع أحد الناس قبل إعلان النتيجة وقبل الفرز ويعلن نتيجة الانتخابات نحن الآن في مشهب منضبط لأننا ملتزمون بالدستور والقانون والقرارات المواطن المصري أغلب الناس اللي أنا قبلتهم بارح بيتكلموا عن إيه وأغلبهم لم يشاركوا فيه استحقاقات انتخابية أو حتى استفتئات سابقة بقوله انت ليه المرات يعني ليه هذه المرة بالتحديد شاركت وكنت مصمم للأمن القوم المصري في خطر لدينا تحديد أي فئة فاندم التي تحدثت معها أتحدث عن فئة الشباب بشكل خاص من خلال وظيفتي أنا عدو هائل تدريس في الجامعة وبالتالي أغلب الحديث والتواصل سواء الشخصي أو على المنصات المختلفة مع الشباب فكان الشباب يقول والله أنا صوتي لن يؤثر أقول له لا أنت صوتك مؤثر الانتخابات محسومة دائما أقول له الانتخابات ليست محسومة فلما لقيت في مشاركة من الشباب وحتى في لجان الوافدين والمغتربين وهذه لجان هام تسمح لأي طالب أو موظف يعمل في محافظة خارج نتاق محافظته أنه يروح لجلة الانتخاب في ثلاث دقائق ينتخب قال والله يا دكتور الأحداث في غزة وما حدث والسيناريو والمؤامرة التي أصبحت يعني كاشفة للأمور واضحة لجميع وأصبحت واضحة وكنا نتحدث عن تعبيرات إعلامية كانت الناس تتهمنا أنتوا بتجيبوا المصطلحات منين ثم عندما رأى المواطن المصري خاصة فئة الشباب أن هناك تحديد للأمن القومي وللحدود وللهوية ولطبيعة البلد يقول لك لا أنا لازم أنزل وشارك ثم أنه الرئيس القادم لمدة ست سنوات وبالتالي الشاب من مصلحة والمباشرة أنه يشارك لأنه من المؤكد أنه يبحث عن فرصة عمل يبحث عن تعليم جيد يبحث عن صحة يبحث عن كل شيء من حقه أن يشارك ويختار من يتوقع أن يلب له طموحاته وأماله أيضا المرأة المصري حصلت على العديد من المزايا خلال الفترات السابقة وأنت تعلمي للمرأة المصرية أصبحت ممثلة بحكم الدستور والقوانين في كل الجهات والمجالس وبنسب معتبرة وبالتالي المرأة المصرية حريصة لأنه المرأة كمان النحية العاطفية عندها هل هي بخيتة عن الاستقرار بما أنها الحاضرة دوما في كافة الاستحقاقات الانتخابية هذا الأمر اللافت أن المرأة المصرية لا شك في توجوتها يعني نتحدث عن فئة الشباب أنها متواجدة بكتافة وهذا أمر يمكن أن نعتبره جديد لكن المرأة دوما حاضرة أنا حاضرة خاتي اللي أنا كنت أقوله بالضبط على الاستقرار المرأة عندما تشعر أن هناك خطر أو هناك تحديد لأبنائها وهذه طبيعة عاطفية للمرأة المرأة المصرية يمكن لا تتابع كل الأحداث بهذا العمق لأنها منشغلة في أمور أخرى إنما عندما تشاهد أو ترى أو تسمع تتحدث عن كبار السن تحديد نعم عندما تشاهد أو ترى أو تسمع أن هناك تحديد وأنه أحد يتحدث عن سيناء وأنه في تحديد للحدود المصرية وأنه في وسائل إعلام خارجية سواء كانت في أمريكا أو أوروبا أو حتى في الداخل الإسرائيلي الحديث دائما عن جمهورية مصر العربية الكل منشغل بجمهورية مصر العربية المرأة ورغبتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار دافع رئيسي أضف لذلك أن المرأة المصرية عندما تحب أو عندما ترى أنها حصلت على حقوق وحصلت على امتيازات وهي تريد المزيد وبالتالي كان هذا دافعا للمرأة المصرية أضف لذلك أنه كنا نتحدث فيه عصور سابقة عن مظلومية المرأة فالمرأة من باب أنها ترى أنها مؤسرة وأنها نصف المجتمع ومسؤولة عن النصف الآخر لذلك كانت أكثر حرصا على الخروج والمشاركة ليخرج هذا المشهد الانتخابي في اليوم الأول بهذا الشكل ولكن عند ملاحظة رئيسية تفضل ملاحظة أخيرا وقتنا انتهى لا نريد الإفراط في المبلغة بمعنى ما نفضلش نقول أن في اليوم الأول خرج الملايين نحن ننتظر اليوم الثاني واليوم الثالث حتى آخر صوت انتخابي وننتظر أرقام الهيئة الوطنية الانتخاباتية مجرد مشاهدات نريد نسبة وعدد معبر يكون رسالة للداخل والخارج خاصة في ظل اهتمام إعلامي كبير من كافة المنظمات والمؤسسات الإعلامية وأنا أرى وسائل الإعلام سواء كانت العربية أو الدولية لديها اهتمام خاص بالمشهد الانتخابي المصري الذي ندعو أن يخرج وينتهي بهذا الشكل المشرف وعلى ذلك ندعو الجميع من الآن وحتى غدا التاسعة مساء إلى الخروب والمشاركة انزل شارك صوتك أمانة مصر تنتخب وأنت المسؤول عن هذا الاختيار أشكرك دكتور حسام النحاس أستاذ الإعلام بجامعة بنها